والله أمانة سيدي معالي النائب الأول وزير الدفاع شيخ ناصر صباح الأحمد عنده رؤية تتبع رؤية سيدي حضرة صاحب السمو والده أيضا جدا طموحة وهو شخصية عندها خبرة كبيرة تكلم مو أقل من 40-50 سنة من الخبرة الفعلية في مسألة تطوير المشاريع فنحظى بفريق متكامل رح تكونوا متعاونين طبعا 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 نحن كلنا تحت مظلة هذا الجهاز لأن بالأخير نحن موظفين في الحكومة فإن نكون جزء من هذا الفريق في هذا الوقت نخدم بلدنا في مرحلة تطوير جدا مهمة تحت قيادة سيدي حضرة صاحب السمو وقيادة وتنفيذ سيدي سمو رئيس الوزراء وسيدي النائب الأول نحن نشوف نفسنا أننا في عصر ذهبي جديد من بعد الستينات والسبعينات هذا العهد جدا مهم أننا نخدم بلدنا واحد وننفذ مشاريع خطة التنمية الثنين وأننا نطور كوادر بشرية